فسأل في العقوبات بتاعة اللجنة الأولمبية التي قعت على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول أو المجمد وعضو مجلس النواب الساقط في الانتخابات الأخيرة والمضرود من نادي الزمالك والموقوف من اللجنة الأولمبية والمعاقب من اللجنة الأولمبية لمدة أربع سنوات وغرامة ألفين مصري السيد هانيا بوريدا يبدو أنه ما كانش محضر لأي حاجة وما كانش عنده أي معلومات في أي حاجة فقال له يعني هذا موضوع لا يعنينا في الفيفا يعني عمر أديب بيسأله على قانونية القرارات فخدوا لموضوع شخصي قال له رأي الشخصي ولا لها أي لازمة طبعا هو مش متابع ومش مذاكر ومش ملم وكان أحرى بي أن يقول له أنا النهاردة أول ظهور لي أنا ناجح كعضو مجدب تنفيذي في الكاف والفيفا والنهاردة قاعدين نتكلم في المستقبل ويطلع من الموضوع ببساطة ولكن إنه هو يكذب ويضل للرأي العام فده شيء مش قويس عشان كده شهادة للتاريخ في دقائق كل اللي قاله أنا بريدة في هذا الملف أو 90% من اللي قاله أنا بريدة مع الأستاذ عمر أديب كله تضليل وتجذيب ومن العيب إنه كنت نشوفها أنا أبريدة في أول حوار لي بعد ما نجح يظهر بهذا الشكل الغير محترم بالمرة الغير محترم بالمرة يعني شكل غير محترم بالمرة يعني لا يمكن أبدا إنك أنت تشوف واحد في هذا المنصب أنا بريدة كان ممكن يبقى أحسن من ده مليار مرة ولكن ما بيعرفش يمشي عدل للأسف ما بيعرفش يمشي عدل وأنا بقولي الكلام ده ومتحمل مسؤولياته